اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الساعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل ثبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح إيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين وموذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نسف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثين يبين الله لكم أن تذلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولذوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخيزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليهم واتقوا الله إن الله سريء الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامساحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لامستموا النساء أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزدتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواطعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا أنهم واسفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا أن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشام والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشام وإله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نظير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخيه ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فابعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزوك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضئه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خز ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يدلوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختليفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِئُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُسِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُسْبِحُوا أَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَالِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله آلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار أنقولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يسنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ليوفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أوزن إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أكفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أوزن إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتسدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أوزن إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أوزن إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أوزن إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاء أهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قادوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث فلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أوزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فهم فهمت لهم جوزين أجشت تي ألمي تيسام أسيمة رث کتي جuzit تكي جuzit جasht është fundi i surës e njësa dhe fillimi i surës e lmajde fundi i kësa i surës e njësa Allah i smuhanu e tala fletë për Isan A.S. se krishterët menduan se e mbitën Isan A.S. e Allah të regon se Isan A.S. me kanë ngritë në qilë është ajeti ku anon 158 surës e njësa berrafahullahu i leh Allah e kanë ngritë Isan A.S. dhe një ditë do të veri Isan A.S. kur do të vjenë? kur do të para kiametit ka ma ardh Isan A.S. dhe elisuneti beson që Isan A.S. ka ma ardh para kiametit do të 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 thënë gjitha kriqët pra kite kina dhe tek surës e njësa po ashtu Allah s.a. të regon që atë të 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 beson Isan A.S. kriqët e sodit ka ma ardh një moment do të të beson gjith këta Isan A.S. ashtu si gjithduhët pra para kiametit do të të beson kriqët Isan A.S. ju si birizotit por do të të beson si pëngameri Allah Allah e përmen kët va imin ahlil kitabi illa le ju minen nebi kable mëti para se me vdek Isa A.S. do të beson Isan A.S. ashtu si gjithduhët pra kriqët të sodit do të këptën një dit që kanë gabuë Isan A.S. nuk ashtu biri Allah për ash ash pëngameri Zotit po ashtu primsimeve që e kina të surja njësa ashtu Allah Allah s. po thotë në Koran disa pëngameri vë i këmi të regu juve e disat e tjerë nuk e dini ku shana ta për këtë shkak thotë përmej e selam kanë qenë një 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 qenë kurse emrat e tyre sa dimin Koran vetëm njësët e pejs pra njësët e katër një qenë vë i këmi emrat vetëm njësët e pejsët për tyre vë i këmi emrat Allah thotë Koran sa një 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 të tyre është 124.000 pengamer Allah së më dha ka dërgu të kënjërzit me i thirë më thonë në besim Pashtu tani më thonë e lezuëm edhe fidimin e surës El Maide Pse ka morë emin kë surja Maide El Maide Me për këti bukfa në do të e sofrës Sofrë Kë surja ka morë emin këshune surja e sofrës për shakë që kërkua nga Isa a.s. një sofrë bëni zhajlet dhe Allah përmend këtë rast të surja El Maide edhe me merë emrin kë surja surja El Maide surja e sofrës Kë surja fillon me një urdhët Allah dhe thotë Zotë Jajel Edhila Amenu au fubil u kut oj që besuat që një në vend marveshjet urdhën i Allah të është nëse banë me dikuj marveshje e ki obligim me që në vend e ajeti parë fletë për këtë mësele që duhet zdo musliman ti përmbat marveshjes pra ajeti parë i surës Maide në mëson këtë mësele pas të ajeti të rejtë i surës Maide Allah i thotë që feja jonë është e plot el jaume ekmeltu lekum dinekom Allah i thotë va kompletësu fejn nuk ka nevoj dikka me shtu fejn për edhe me hek në e sent feja jonë është e plot el jaume ekmeltu lekum dinekom wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum u në islami dine e dhote jam iknaqër me këtë islam Allah i këtë islamin ton pra i si dhe përmbat islamit e ka fitur razin e zotit pra dhe këtë mësim e kina të surja el Maide pas të të kësurja Maide e kina dhe një mesele që nështë do të ditë përdormi është ajeti abdestit Allah i thotë në Koran ja ledina amenu idha kum të mila salati fëgësilu u vëgjuhakum oj që besuat kur dhe të ngritni përna mas lajni fëtyrat lajni krahët jepni mest kërijës edhe lajni komët pra këtë urdhën e kina të surja el Maide pra më thonë katër farzët e abdestit i kina të surja el Maide pas të të kësurja përmed një ras interesant përmed në të rasti i Musajt a.s. Allah i thas Allah sëmanu tali i thamë Musajt a.s. o Musa hin mere kutsin palestina shoktë Musajt u fligën dhe i thamë Musajt a.s. o Musa shkot ti me zotin lufto vet në pot pres një këtën pra ishtë trahti i thamë Musajt shoktë Musajt thashko Musa luftati me ta në pot pres një këtën dhe Allah i përmed një këtë rast të kësurja kër i thonë fedheb ente va rabbu ke fekatila o Musa shkot ti bash me zotin luftoj në pot pres një këtën edhe këndodhi lufta e bedrit një sahabi i gishtë emrin el Mikdat i tha ja Rasulullah nuk lomi ti vet nuk thëmi ti ashtu që i kanë thonë ben Izraelit Musajt i tha o përgamer ne bash me ti në edhe luft edhe një shdove një bashk përshikëni sahabët që i kanë përfitun nga të regimi Musajt e kanë marë një mësim mës milon vet përgamer më ndëmu përgamerve edhe e thanë sahabët o Muhammed Musutut ne jë në bashk me ti nuk e themi atë fjalen që i kanë thonë ben Izraelit me Musajt në lisele pashtu në këtë surën surën Majde përmene dhe të regimi i dy djemve të ademit kabili dhe habili Allah përmene këtë ras kabili dhe habili të surën Majde dhe të regon sësi e vrajt i kabili habili sësi kanë doht këtë rast dhe thot për amere selam për këtë rast thot dhe zhdojnë vrajt e që ndoth pasi që e vrajt i kabili i habili nga një gjuna i shkon edhe kabili se a ishte i pari që e nisi vrasjëm pra këtë e momi një mësim a i cidhe botë se be për një punë të keqe edhe tje shkonë masatina a i pari e merë gjunaim po ashtë edhe kunde të ndoth nese botë se be për një punë të hajrit e qelë denëm edhe zhdo këtë që i venë pas tje e merë dhe të tjë se vapin se tje konë i pari pra zhdo punë të mirë apo të keqe nese bohë shkaktar tje e merë se vapin ose e merë gjunaim se kabili e vrati i habili dhe zhdo vrasjë që i ndodhen i shkonë nga një gjuna i shkonë edhe habilit kabilit më thamë se po ashtë në fund këtë i gjuzit Allah e përmendhen se si i ka malku e ben i zajlet i ka malku ben i zajlet dhe kom davu dhe ali isami që i ka malku edhe isa i ka malku pëse i ka malku davu dhe isa ben i zajlet Allah e përmendhen dhe se bepi pëse i ka malku davu dhe isa ben i zajlet përshkak të i sendeve e para ato beshin gjunahe teper përshkak gjunaheve davu dhe isa a.s e malku në poplën të tjë pra kështë se bepi i parë se bepi i dytë davu dhe isa e malku në poplën e vet përshkak që poplë i davu dhe isa nuk ordrëshin për të mirë e shifshin të keqen asë njone në folke pra përkita arsije davu dhe isam e malku poplën e vet pra këtu delimsim nese ne nuk folmi për pun të këqia ka mësi na malkon Allah për të shifshin të keqen do të me reaguë me këshilu njezit në formën e mirë jo me bo probleme jo me më dhe me bo shkak që mu për la por do të me këshu nëse ne nuk e bëjme kët ka mësi Allah na dëndon neve dhe na malkon pashtu shkak i tjetë për se Allah i malkoj ben i zailet ata nuk i dojshin besimtart i dojshin qafirat mos besimtart pra nese besimtar nuk i don por i don qafirat kjo është një rezikt me fitu malkimin e zotit në këtë bot parës të me shkun ahiret pra këto ishin disa mësime rëdhëgjuzit insha'Allah nuk i tjetët nabiyyem wa aqul ma tësma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alih